موسيقى موسيقى أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة إلى الله أنه فعلا تختبر نور المسيح أول جملة مكتوبة وقال الله ليكن نور فكان نور وفصل الله بين النور والظلمة وهذا الصراع أحبائي منذ بداية الأيام حتى يومنا هذا وحتى انتهاء الدهر سيستمر هذا الصراع طبعا بهزيمة الشيطان وحديثة في هذه الحلقة عن موضوع كتير كتير مهم موضوع من الكتاب المقدس بعنوان قاوموا إبليس وهي الآية بصراحة مأخوذة من رسالة يعقوب الإصحاح الرابع والآية السبعة وهذه الآية تقول فاخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم اخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم وهذا بتعطينا لمحة عن قوة وسلطان المؤمن ولسيما تجاه أعمال الشرير أعمال إبليس أنا أدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة لأنه سنلقي الضوء على من هو الشيطان أعماله، صفاته، طبيعته، أسماءه وعمله أيضا وليه كل هذا الشر هذا عم يتزايد ولسيما في هذه الأيام وهل سيستمر بازدياد الشر حتى آخر الأيام رح نكتشف مع بعض في هذه الحلقة عن هذا الشخص اللي هو الشيطان اللي عين شو بيعمل وشو عمل في هذا العالم حتى نتسلح حتى نتجهز حتى نعرف كيف نقاوم الشيطان أنا أدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهذا مأخوذ من رسالة يعقوب ومن رسالة بطرس الرسول بطرس يقول فقاوموه راسخين في الإيمان تعرفوا حبائي هذا موضوع كثير كثير مهم ولسيما في هذه الأيام خليني أبتدي أول شيء أقول أنه هذا موضوع كبير جدا وبيتطلب حلقات كثير وأنا بصراحة مجهز مواد كثيرة لكن رح أشوف إيه اللي ممكن الرب يقودنا فيه في خلال هذه الحلقة اللي نتكلم عنه لكن في البداية يعني نقطة رقم واحد في شيء كثير كثير مهم نعرفه وكثير مهم أنه ندركوا أنه الكتاب المقدس بقدم الشيطان كحقيقة الشيطان حقيقة وليس وهم ونعاوز أأكد على هذا الموضوع أحبائي لأنه حتى الأعداء اليوم بيعرفوا أنه الشيطان حقيقة مش وهم وأنه اليوم أحبائي في كثير من الجامعات وكليات اللهوت وكثير تعاليم اللي بتنكر حقيقة الشيطان وبحطوها تحت مسميات كثيرة أوهام، تهيئات، تخيلات، حركات عاطفية أو مشاعر أو أمور سايكولوجية اللي بمر فيها حالات سايكولوجية نفسية اللي بمر فيها الإنسان وطبعا البعض الآخر اللي بينكر وجود الله بالكامل وطبعا ينكر وجود الأرواح اللي هو السماء، الملائكة، الشياطين إلى آخر فينكر كل هذا التعليم من أساسه فمهم جدا أنا عاوز أكد لكل مشاهد بحسب الكتاب المقدس أن الشيطان حقيقة وليس وهم وليس مجرد خيال ولا مجرد تأثير شرير ولا نتائج نفسية بيحصل عليها الإنسان أو ردود فعل معينة لكن الكتاب بيقدم الشيطان حقيقة وأن الشيطان على فكرة بيعمل في كل المجالات وعلى كل الأصعدة وبكل يعني طبعا الأسليب المتنوعة أنه ما فيه شيء طريقة يعني محدودة للشيطان بيعمل بطرق متعددة متنوعة على كل المجالات وعلى كل الأصعدة واليوم أحبائي يمكن مرات منفكر أنه بس الأمور الشريرة اللي بتعمل بالخفاء أو الأمور العظيمة من فضاعات وشانعات أو خطايا أو دمار هذا عمل الشرير اللي منشوفه يمكن ظاهريا لكن في كتير أشياء اللي الشيطان بيعملها مش بأمور ظاهرية أو مدركة بالحواس البشرية لأن الشيطان كائن روحي أولا هو مخلوق طبعا كائن مخلوق ملاك لكن ملاك ساقط سقط طبعا وموجود على الأرض لكي يضل الناس فإذن اليوم أحبائي خليني أقول بكل صراحة اليوم في كتير منظمات سرية وحركات سرية والبعض منها على فكرة بيستخدم اسم المسيح وهذه الحركات السرية بالنهاية هي عم تعبد الشيطان إذا كانت عبادة الشيطان قديما كانت عبادة ظاهرة وعبادة واضحة عن طريق الآلهة اللي بيقدمها الكتاب المقدس سواء آلهة المصريين أو سواء آلهة الأموريين أو الحثيين أو آلهة كنعان أو آلهة عمون ومؤاب أو آلهة الفلسطينيين أو آلهة الأرام أو آلهة البابليين والأشوريين آلهة اليونانيين والرومان وهكذا بتقدم كل أنواع الآلهة بأشكال وأعمال مختلفة لكن العبادة هي واحدة هي عبادة الشيطان واليوم في حركات اللي هي بتعبد الشيطان علنا على فكرة وهذا يمكن من ظن أن هذه الحركات أو عبادة الشيطان يمكن نسمع عنها بالأفلام أو في الغرب وبتستغرب أن اليوم حتى في بعض الدول العربية بكثير حركات سرية اللي بتمارس هذا النوع من العبادة وبتقوم في أمور فظيعة وضد القانون وضد أمور كثيرة لكن الهدف واحد هو الضلال أحبائي فهذا عمل الشيطان بيعمل عن طريق الضلال بضل الناس يعني هاي واحدة من الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس بيعمل عن طريق الأديان لأنه الله غير متغير ثابت وأنه الله طبعا مش بيغير رأيه في فكرة أديان في ديانة الله أعطاها لليهودية وفي ديانة أعطاها للمسيحية وفي ديانة أعطاها للمسلمين وفي ديانة أعطاها للهندوس وللبوذية في ديانات اليوم أعطاها للأحمدية أو للدرزية أو للبهائية يعني اليوم وإن تعددت الأسماء الله عنده طريق واحد وأنا ذكرت أنه عدة مرات هذه الحقيقة الكتابية أنه الكتاب المقدس يقدم لنا أن الله هو الإله الحقيقي وحده ولا غير والكتاب المقدس بيعلمنا أنه كلمة الله هي كلمة الله الحية التي لا تتغير ولن تتبدل هي كلمة الله مش أي كلام آخر اللي هو الكتاب المقدس هو كلمة الله ثم الكتاب المقدس بقدم لنا شخصية يسوع المسيح أنه هو المخلص الوحيد أنه هو الطريق الوحيد إلى الحياة الأبدية وإلى السماء وإلى طبعا حياة أفضل وأنه الكتاب المقدس بقدم وبيعلم أنه الخلاص هي مبادرة إلهية الله تحنى على الإنسان بعد فشل الذريع ومحاولاته الكثيرة لكن الله اهتم بخلاص الإنسان إذ أرسل المسيح لكي يقدم نفسه فدية كفارة موتا بدليا ونيابيا عنك وعني حتى أنت وأنا نتبرر أمام الله القدس لكن الشيطان أحبائي بيستغل فهو سيد قاسي بيعمل عن طريق الحركات السرية عن طريق الديانات اللي بتضلل عن طريق البدع والهرتقات عن طريق الضلال بيعمل عن طريق الأرواح الشريرة وهذه الأرواح لها مسميات لأن الرب يسوع يتكلم عن مملكة مملكة منقسمة لتثبت طبعا هذه المملكة وهذه المملكة لها طبعا مرتبات في رسالة بولوس الرسول إلى أهل أفسوس يعلمنا ويقول فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السمويات فحتى في مملكة الشيطان بيعمل عن طريق الأرواح الشريرة عن طريق الجن عن طريق أرواح الكذب اليوم الكذب يعني صار مثل شرب الماء والكذب يستخدم كوسيلة دفاعية لبعض الأديان بيعمل عن طريق روح الغي الضلال يعني بشوش فكر الإنسان عم بشوف الصح غلط والغلط صح وعم بشوف الشر خير والخير شر عم بشوف النور ظلمة والظلمة نور وعم بشوف كل شيء بالمقلوب وبالمعكوس واليوم فعلا زي كأنه هذا روح الغي خلينا أحطه بتعبير أبسط روح هبل عارف كأنه الشيطان بيهبل الناس يعني بتبتدي تستغرب بتقول وين عقل الإنسان طب يفكر شوية لأنه فعلا الفكر والمنطق هو يقدم يعني على طبق من الإيمان ولسيما في موضوع وجود الله وخلاص الله من خلال كلمة الله من الكتاب المقدس فالناس لا تدرك يعني في بصير نوع من الغبع نوع من العمى نوع من الجهل لا يدرك ويحارب ضد الكتاب ويحارب ضد المسيح من غير ما يدرك شخصية المسيح وهوية المسيح وطبيعة المسيح وخلاص المسيح ليه ولا يدرك أنه طب الجماعة المسيحيين الحقيقيين طبعا اللي بيسموا أنفسهم مسيحيين طب ليه بيفكروا بهاي الطريقة لكن أسهل وسيلة للدفاع للشخص المهزوز والشخص فعلا المحتار أنه يضرب عارف قنابل يعني بما معناه أنه يهاجم وهي أسهل وسيلة طريقة للدفاع حتى في المسيحيين أسهل طريقة أنك تهاجم عقائد تانية وطواقف تانية بدون ما تبحث طب الجماعة ليه ليه بيفكروا هيك ليش عم يعني بمارسوا هذا النوع من الإيمان وهل فعلا هم أشرار ولا معميين ولا أغبياء ولا مخدوعين يمكن تقول مخدوع طب ابحث ليه الشخص مثلا بآمن في هذا النوع من العقيدة أن الكتاب المقدس هو كلمة الله وأن الكتاب المقدس هو المرجع والدشتور الوحيد للحياة والقرارات ولكل شيء أحبائي إخوتي وأخواتي الشيطان بيعمل عن طريق الضلالات عن طريق التشكي وفعلا أول جملة قالها الله وقال الله ليكن نور فكان نور تعرفوا أن الله كل عمله واضح مكشوف شفاف في النور لأن الله نور لا ظلمة فيه البتة وهو ساكن في نور لا يدنى منه لكن أول جملة قالها الشيطان الحية القديمة التنين إبليس الشرير الشيطان المخادع قال لحواء أحقا قال الله أحقا هو منشوف عمل الضلال ومنشوف عمل التشكيك ومنشوف هون عمل فعلا ضلال بكل معنى الكلمة فالشيطان بيعمل عن طريق الأرواح الشريرة بيعمل عن طريق الجن بيعمل عن طريق أرواح الكذب أرواح الغي بيعمل عن طريق اللي يسميها أرواح زنة أرواح شهوة شو يعني أرواح يعني روح يسيطر على الإنسان فيصبح مكبل ويصبح مقيد وبفعلا يستعبد ذهنه يستعبد وفكري يستعبد وحياته تستعبد في أرواح الشهوة والزنة التي تسبب اللعنة على حياة الإنسان الكتاب يتكلم عن أرواح القتل والعنف اللي كانت سبب للعنة واليوم كثير شعوب ملعونة على فكرة عليها لعنة بسبب سفك دم الأبرياء بسبب دماء الأبرياء بتعرفوا آخر حادثة في مصر الأنبة اللي وجدوه مقتول في بركة من أو من بحر من الدماء فالشخص أو الجماعة اللي ارتكبت هذا النوع من الشر وهذا الإثم يمكن بيظنوا أنه عم بقدموا خدمة لأله أو يمكن دوافع لأسباب تانية لكن في دم بيصرخ في دم بيصرخ وبتعرف لما الكتاب يقول ملعونة الأرض التي بسببك عارف كثير مرات سفك دم الأبرياء في بلادنا العربية محتاجين فعلا نصلي من أجل العراق والسوريا ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا واليمن ودول عديدة طبعا اللي تاريخها حافل بسفك أنهار وشلالات من الدماء نهر الدجلة يتحول إلى دم نهر النيل يتحول إلى دم نهر الفرات تاريخيا يتحول إلى دم بسبب الآلاف المؤلفة التي قتلت باسم الدين هذه الأرواح التي زهقت أحبائي بتجلب اللعنة على بلادنا عندك أرواح الخوف عارف الخوف بيستعبد الإنسان فالشيطان بيستخدم هذه الأرواح حتى لدرجة الكتاب بيسمي هذه الخطيئة واحدة من الخطايا وأما الخائفون والرجسون والسحرة والقتلة والزنا يعني بحطها في ليستة الخطايا الكبيرة بينكسين طبعا فإذن هذه الخطيئة بيستخدم الشيطان أرواح الخوف لكي يريع الإنسان يرعب الإنسان يخيف الإنسان الذين كانوا كل حياتهم تحت الخوف بسبب العبودية خايفين مرعبين بسبب روح الخوف من الموت من سلطان الموت أو من الذي له سلطان الموت أي إبليس مكتوب أحبائي لا خوف في المحبة فالمحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأن الله لم يعطينا روح الخوف أيضا للعبودية فالخوف بيستعبدنا فروح تسيطر على حياة الإنسان خلينا أحكي لك أحكي معاك شخصيا شو رأيك اللي أجينا من الدول العربية يمكن قلنا ما كانش في عنا حرية تشهد عن يسوع المسيح طبو أجيتو ع بلاد الغرب أكم واحد عم بشهد أكم واحد عم بربح ناس للمسيح أكم واحد جريء أكم واحد مش عم بنكر يسوع المسيح فكريا يعني يمكن ظهريا أنت مسيحي وإله لكن بالحق أنت عم تخجل بيسوع عم تستحف يسوع مش عم تشهد عن يسوع تعرف ليش؟ أرواح تشكيك شك عدم إيمان أرواح خوف بتسيطر عليك اللي أجيت فيها من فلسطين ومن مصر ومن سوريا ومن العراق ومن الدول العربية هي نفس الأرواح بعدها مسيطرة عليك حتى في الحرية اللي فيك أنت تتكلم بحرية لكن مرعوب مرعوب أنك تشهد وللأسف في ناس بتعيش كل حياتها تقية في الكنايس 20, 30, 40, 50, 60 سنة والناس بتطوبها في الكنايس تربحش نفس وحدة في ناس بتقع في كل أنواع المشاكل وكل أنواع الخطايا لكن بتتوب وفعلا بتتحرر من الخوف وبتشهد عن المسيح بأمانة وبسلطان وبقوة لأن المسيح أعظم والمسيح أقوى بتعرف حباء إحنا بنشكر رب من أجل القنوات الفضائية اللي بتتكلم عن الرب يسوع المسيح لكن بالمقابل بتعرفوا فيه قنوات مئات القنوات للأديان ومئات القنوات والتواصل الاجتماعي اللي هو روح ضد المسيح وعن بقاوم المسيح بكل الوسائل وبكل الإمكانيات حتى من داخل المسيحية عم نقاوم أحدنا الآخر وعم ننقسم وعم نحارب أحدنا الآخر عندي حلم فعلا لكنيسة تكون واحد واحد أنا بقصدش أنك تواحد طوايف لا كل طيفي إلها ميزي إلها جمال وإلها رونق وهذه إرادة الله حبائي لكن نكون واحد بالفكر بالمحبة واحد في الهدف واحد فعلا في الجسد وحدة الجسد وحدة أنه فعلا أنه يسوع المسيح هو الرأس وإحنا الأعضاء وإحنا الجسد عندي هذا الحلم أنه لما الكنيسة بتصل إلى هذه المرحلة من النضوج فعلا نصل إلى الحالة الكنيسة بتكون قوية اللي فعلا منطبق قول المسيح الذي قال أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها يعني الكنيسة هي اللي بتهاجم أبواب الجحيم وأن صراعنا ليست مع دم و لحم مع أرواح شريرة مع عفريت مع جن مع أرواح نجسة نخضع ونستأثر كل شيء لطاعة المسيح في هذه الأيام والرب يسوع مازال يبني الكنيسة ومازال يعمل وأنه جسد المسيح موجود في كل مكان وموجود في كل الطواقف اللي الله بيستخدمها في ناس بتحب الرب وعم بتحارب الحرب الروحية وعم بتستخدم الأسلحة الروحية حتى تواجه الشيطان وكل الأعداء اللي فعلا بتحارب بكنيسة الرب تعرفوا اليوم في محطات كاملة مش بس محطات أديان محطات سايكك محطات عرافي محطات سحر محطات أبراج تعرفوا أن اليوم في ناس ما بتطلع من بيتها اللي ما تعرف شو البرج بتاعها تعرفوا أن اليوم في ناس على أدفل أسباب بتروح لعرفين وللشيوخ حتى يكتبو لهم حجابات ويكتبو لهم كتابات وتعويذ واحد بدأتخلف ولادة تروح عند شيخ واحد بدأتخلف بتخلفش بتروح بتعمل تكتب تعويذة واحد بدي يقوم في عمل ضد زوجته بدأ عاوز يتجوز فبروح بيعمل عمل سحري عاوز شخص ينتقم صار يروح لعند العراف صار بدي يعرف أي شيء صار يروح عند العرافين وعند السحرة ومع إنه بيكونوا مخدعين وبيعملوا غلط وبيجيبوا اللعنة لكن خلص الإنسان يميل إلى شيء أي شيء يتمسك حتى ولا في قشة وللأسف بيقود نفسه مش بس لدمار حياته وللعنة على بيته وعلى أولاده وعلى حياته لكن الهلاك الأبدي في العذاب في جحيم النار قنوات 24 ساعة قنوات وللأسف بتوخذ مصاري يعني إحنا القنوات الفضائية عم نتكلم لإلك مجانا على فكرة مجانا مجانا أخدته مجانا أعطه عن منقدم لكم كلمة الله اللي حررتنا واللي خلصتنا يعني مش عم نطالبكم نقول تعرف لها المعلومة ادفع لك شيء أكم مئة دولار لأنه النصيحة بتسوى مئة جمل في المثل العربي القديم لكن عم نقدم الرسالة هيك ببلاش لكن ما بالك إنه محطات السايكك عشان تقول لك شو حالتك وتعطيك شوية تطمأنينة تدفع آلاف الدولارات ومع إنه وعود الله في الكتاب المقدس اللي بتحررك من آلاف المشاكل ومن الكآبة ومن الخوف ومن الضلال ومن التشكك ومن عدم الإيمان ومن المرض ومن الحالات الكآبة والحالات النفسية كلها كلمة الله ببلاش لكن للأسف الناس بتميل إنه تدفع فلوس حتى ولو على ضمار نفسها وخسارة أبديتها تعرف حبائي اليوم موضوع السحر والعرافي موضوع عم بينتشر وبتقول لي ما فيش إشي اسمه شياطين أوهام أفكار تخيلات لا لا هاي حالات سايكولوجية حالات نفسي بعلموها بكليات اللهوت نبتد نحارب كليات اللهوت نبتد نحارب بعض يا جماعة أنا ضد من الناس اللي بتقعد تحارب بعض البعض ولسيما المؤمنين عن طريق الميديا عندك مشكلة مع أخوك حلها مع أخوك لكن فعلا هذا الحقيقة اليوم عم بعلموها البعض بينكر وجود الشيطان شو اللي عم بيصير حوالينا طوي بتفسير هتلر كيف وتفسير داعش كيف وتفسير كل اللي عم بيصير في هذا العالم شو بتفسروا حالات نفسية حالات هستيرية هدول جماعة المؤمنين شكل هن مروشين شوي بالموضوع أنا مش عم منتخنها عارف بتزيد في الموضوع بس ما تنقسش من الموضوع وفي ناس يعني زي كان من زمان اللي هي عبادة إنه كل شيء إلى اليوم صار كل شيء شطان حتى إذا خربت الغسالة فيه شطان لازم تنتهره أنا مش من اللي بناده لكن فعلا فيه عمل شيطاني في الخفاء عمل أرواح شريرة عم بسير في هذه الأيام بكثرة وبقوة لكن أحباء الأخبار الصارة إنه المؤمن الحقيقي ما فيش تأثير عليه لا عرافة ولا عيافة على إسرائيل قديما طبعا لو كان شعب الله وطبعا على المؤمن مش ممكن تأثر عليك هذه التأثيرات لكن إذا فيه مناطق مظلمة في حياتك الشيطان بيعمل من خلال المناطق المظلمة من خلال هذه الأرواح الشريرة اللي أنت يمكن مش شايف ما عندكش المضوج الروحي أو الحس الروحي أو التمييز الروحي ولما الإنسان بيضعف وبيبتدي يتنازل طبعا بيصير ضربات إبليس أكتر وأكتر بيعمل عن طريق التجارب عن طريق الأرواح وللأسف طرق لا حصرة لها بتذكر في إحدى المرات واحد كان ملبوس أرواح شريرة ودعو الشيخ البلد أنه يخرج هذه الأرواح وهذه القصة معروفة لكل البلد على فكرة يعني مش إنه قصة هيك من صنع الخيال وبعدين لما أجه هذا الشخص يحاول يخرج الأرواح الشريرة فعلا الأرواح الشريرة هذا الشخص هجم على هذا الشيخ وتبهدل أمام الناس ما كانش عنده القدرة وفعلا فيه كان جماعة من المؤمنين ماشيين في الموقع ذاته وطلبوا من شخص إنه يصلي على هذا الملبوس بالأرواح وفعلا ابتدأوا يسبحوا وابتدأوا يصلوا والعملية ماخدتش وقت فعلا بإسم الرب يسوع بقوة الرب أخرجت هذه الأرواح النجسة الناس صارت تطلع على الشيخ طيب إيش معنى أنت ما قدرتش تعمل هذا الشيء فهذا الشيخ قال شيء لا ينتسى قال على فكرة هذا الروح اللي لابس هذا الشاب هو جن نصراني لو كان جن مسلم كان خرجته طبعا أنا بالنسبة لي يعني انصعقت بهذه المعلومة أي عقل طيب الناس من قسم على الأرض وكمان بالأرواح الجن كمان من قسم على ذاته وفيه جن نصراني وجن مسلم وجن بوذي وكذا بالنسبة للأرواح الشريرة هي أرواح خادعة كاذبة مضلة تستخدم كل الوسائل حتى تضل الإنسان ولو حتى بمعلومات تقنعوا ذهنيا لكن بالواقع هو عارف أنه يفتقر إلى حضور الله وإلى سلطان الله وإلى قوة الله أعزائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً عزائي المشاهدين ورحب بكم مرة أخرى حديثنا اليوم عن موضوع قاوم إبليس في القسم الأول ذكرت أنه الشيطان حقيقة لا وهم في هذا القسم أحبائي أريد أن أقول أنه اعرف عدوك اعرف عدوك وهذا مبدأ في الحرب طبعاً سواء في الحرب بين الناس أو الحرب الروحية وفي تكتيكات عسكرية تعرف وين نقاط الضعف كم عدد الجنود من وين داخلين من وين طلعين شو الأسلحة اللي بيستخدموها شو اللغة اللي بيتكلموا فيها شو الطريقة شو نقاط الضعف شو نقاط القوة من نواحي استراتيجية من حاول نتعلمها لكن نفس الطريقة من ناحية روحية أحبة الكتاب بعلمنا أنه نعرف عدونا وكتير مرات على فكرة هاي نص الرشيدة يعني إذا عرفنا العدو يعني زي الطبيب اللي بيعرف التشخيص بيعرف نوع المرض بيعرف يوصف العلاج وإذا عرفنا العدو من هو طبيعته شو عمله ليه بيعمل كل هذه الأفكار بنبتدي فعلا نشوف كيف ممكن نستخدم الأسلحة الروحية الشيطان أحبائي هو ملاك ساقط فالشيطان تعني المقاوم هو الخصم اللدود ضد الله وضد الإنسان لأن الإنسان مخلوق على صورة الله الصورة الأدبية الصورة الروحية الشيطان أو الملاك مش مخلوقين على صورة الله وهو الكلمة كلمة الشيطان تعني ضد المقاوم دائما يعني أي عمل في مقاومة أي شيء بتعمله دائما في مقاومة ويمكن المؤمنين المسيحيين ممكن يشعروا بهذه المقاومة سواء في الاضطهاد بولوس بقول يعني أعاقوا الشيطان مرارا أو فتح أبواب أو دخول مناطق معينة أو عدم الحرية أنك تتكلم أو تسافر حتى في بعض الدول حامل كتاب مقدس أو أنك تتكلم عن يسوع المسيح بحرية مع أنه بيسمحه لكتب الإلحاد وكتب عبادات الشيطان وكتب كثيرة لكن الغريب يعني بستغرب أنه شمعنا المسيح الكامل الطاهر مجرد أنك تقرأ عن حياة المسيح بيبعث فيك هيك الهدوء والسلام والطمأنينة والفرح وتعجب لهذه الشخصية العجيبة العظيمة بدون خطيف فبتبتدي تتساءل طب ليه بيمنعه طبع الكتاب المقدس طب ليه بيمنعه واحد يحمل حتى كتابه المقدس يدخل بلد طب هو شو هالكتاب رح يأزي ولا يعمل أنا بقرأ فيه طب هو الكتاب هذا غيرني من إنسان حاد الطبع ومن إنسان شرير ومن إنسان كنت بفعله بمارش كل أنواع الخطيئة صرت إنسان جديد خليقة جديدة بحب بلدي بحب وطني بحب شعبي بصلي للحكومات بصلي للرؤساء بصلي للبلد بصلي للقوانين بصلي للنجاح بصلي لبركتنا شو اللي بيخلي إنه الناس اتقاون هي هذه الكلمة هذا عمل شيطاني لأنه ضد أو المقاوم تعرف حبائي الملاك كمان هو الشيطان ملاك مخلوق يعني عشان في ناس عم بحطوا الشيطان يعني على درجة يسوع المسيح يعني حرب يعني في حربين على نفس لا 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 الشيطان مخلوق وإنه أضعف مؤمن في هذا العالم أقوى من أكبر الشيطان وأقوى منه في العالم الروحي هو كائن روحي إحنا بنتكلم مش مع شخص يعني لحم ودم وجسد يعني الكتاب بقول مصارعتنا ليست مع دم ولحم وبتعرف الشيطان عنده فكر يعني مكتوب لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكار عم بفكر عم بخطط يعني وعلى فكرة الحرب بالنسبة للشيطان 24 ساعة تخايل لو الكنيسة جاهزة مستعدة صاحية صهراني 24 ساعة 7 تيام في الأسبوع 365 يوم في السنة 366 يوم في سنة الكبيس إلى آخر صاحيين وعيين لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لنجهل أفكاره بيعمل عن طريق التمرد عن طريق الكبرياء بقول لألا يتصلف فيسقط فيه دينونة طبعا دينونة لأنه فخ عارف بيقتنسنا إلى نفسه والكتاب يتكلم عن سقوط الشيطان في إشعية إسحاح 14 وفي حسقيال إسحاح 28 وفي رؤية 12 طبعا بيتكلم عن سقوط الشيطان فطرح التنين العظيم وهكذا آيات التي تتكلم عن سقوط هذا الشيطان الشيطان يسمى إلى هذا الدهر يعني إلى هذا العالم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو سورة الله الشيطان اسمه كمان إبليس عدة مرات استخدمت كلمة إبليس رئيس هذا العالم والآن دينونة هذا العالم لأنه يطرح رئيس هذا العالم رئيس هذا العالم يعني عنده أنظمة عنده استراتيجية عنده تكتيك الكتاب يسميه كوكب الزهرة اللي هو الاسم لوسفر بعل زبوب يعني رب الزباب أو بعل زبول رب يعني هو كان إله إله في عقرون واحد من آلهات الفلسطينيين إله عقرون فاليهود عشان يتمسخروا عليه سموا يعني رب القمامة رب إزبالي بعل زبول اسمه بلعال يعني الباطل وهكذا الحية التنين أسماء كثيرة حبائي اللي بتعرفنا على هوية وشخصية هذا الشيطان بيتكلم عن صفاته هو الشرير المجرب المشتكي الكذاب أبو الكذاب القتال بيعمل عن طريق الغواية عن طريق الخداع عن طريق الكذب عن طريق الأضليل كما خدعت حية حواء بمكرها الشيطان هو المكار أحبائي صفته المكر واحدة من أسماء الشيطان المكار الماكر بقول عنه الكتاب أحيل جميع الحيوانات الرسول بورس بيتكلم عن المعلمين الكذبة رسل كذبة فعل ماكرون لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور فواحدة من أسماء الشيطان المكار لأنه ماكر يمكر الناس ثم أحبائي بيعمل في أبناء المعصية بيعمي الأزهان بيحارب كلمة الله بيقاوم عمل الله بيقاوم كنيسة الرب وبيقاوم حتى الملائكة بحسب دانيال الملائكة كان لازم يحارب الشيطان وبحسب يهودة كان لازم يحارب الشيطان بيعمل عن طريق روح الكذب روح شرير هذا الروح الكذب أحبائي اللي بيضل الناس بيضرب بالعمى بيضرب بالجنون بيضرب بالمرض بيسقط يجرح يعثر بيدمر وهكذا أحبائي تعرفوا بيسكن بالأرواح للشخص المنفتح وبتبين عليه العلامات على فكرة منشوفها في الاجتماعات الكرازية الشخص المربوس بتلاقيه بيختنق لما بيسمع عن يسوع المسيح أو آيات كتاب المقدس أو عن دم يسوع المسيح بيبتدي يزبد ويرغي ولسانه بيطلع عيونه بتبتدي تتحرك وبيتغير شكله وبيبتدي يتزعفل يعني بيبتدي يفرفر مثل الجاج المدبوحة مثل الفرخة المدبوحة بتشوف أمامك عم بنطنت في قوة عم بتحرك فيه عم بتسيطر عليه مثل الروح الأخرس والأعمى أو روح لاجئون مجنون كرة الجدريين الرب أخرج من مريم المجدلي سبع شياطين وهكذا بيتكلم عن إخراج أرواح وشياطين كثيرة في الكتاب المقدس فالشيطان حقيقة ليس وهم محتاجين نعرف عدونا كيف بيعمل شو بيستخدم حتى نعرف نستخدم الأسلحة الروحية كيف نواجه وكيف نحارب الشيطان إخوتي وأخواتي أنا بدعوكم أنوا فعلا تنظروا في هذا الموضوع هو موضوع كبير ونفسي يعني كمان اللي عنده سؤال يسأل في هذا الموضوع رح أخذ بعض المكالمات وإذا صار معنا وقت ممكن أشتكمل الحديث خليني أخذ المكالمة الأولى من زيتوني من تونس زيتوني من تونس أهلا وسهلا أخ زيتوني أنت معانا على الهواء أهلا وسهلا أخ نزار أهلا وسهلا تفضل أخ زيتوني وبيت عاش بالله وأنا أنت تلمح دائما تلمح لداعش ولكن داعش ليس لا أصيل بالإنسان فنحن عند أولئك كلهم مجرمان بنقص قرآن وليس الآن وقت أتكلم عن داعش ولكن عندما تتكلم عن القتل أولا سأتكلم عن اللاهوت كيسوع اللاهوتيا ويسوع ناسوتيا في اللاهوت ماذا يقول سمويل بسحة الخامس عشر والآية السالسة ماذا تقول وأنا أخي زار بالله بكل احترام أنا بتتحدث وانقرأت القرآن تجد أو أتحدث بأمتاح آية مثل هذه في كتابك المقدس كماذا تقول يقول ماذا يقول فالآن إذن وضرب أماليق وحرمو كل ما ما له ولا تعفوا عنهم أسمع ماذا يقول بل أقتل أقتل رجلا وأما بالله عليك كفلا وربيعا كفلا وربيعا أنا رقا وغنما جملا وحمارا هل ليش هذا هل ليش هذا جشور أول هذا هذا واحد من الموضوع وصل أخ زيتوني وصل السؤال أعطيني عشان سؤال واحد بده أعطيني فرصة أرد عليك أخ زيتوني وإذا عندك أسئلة تانية كمان برحب فيها دايما اتصل معنا وأنا بشكرك كتير يا أخ زيتونك تتواصل حتى تسأل وتستفهم عن هذا الموضوع أولا بالنسبة لداعش أنا بتكلم من ناحية كتابية بالمقارنة بالكتاب المقدس الكتاب بسمي هذا النوع روح العنف روح القتل عم بيقتله باسم الدين وهذا اللي بيقتل واللي بيزهق أرواح الناس هذا هو عمل الشيطان لأن الكتاب بيقول عن الشيطان كان ذاك قتالا منذ البدء طبيعته القتل الصارق لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلي كلمة الصارق واحدة من معانيها في اللغة الأصلية يا حبيبي زيتوني الإرهابي الإرهابي لا يأتي إلا ليصرق وهذا ما فعله داعش ويذبح وهذا ما فعله داعش وأنا شوف عيوني شفت بالعراق وشفت بسوريا هذه الحالات ويقتل فإذا هذه صفة الشيطان من ناحية كتابية أما بالنسبة لا صلة له بالإسلام أنت أحكم في هذا والمسلمين يحكمون لكن اللي أنا بحكم فيه أنه داعش في كل مرة بتشوف فيديو في القتل بيستشهدوا بالآيات القرآنية وبيستكبروا بالله يقولوا الله أكبر وهكذا يعني فيش داعي أن أتكلم على الموضوع هذا بإسهاب الكل بيعرف معلومة أنه بيستخدموا النصوص الدينية سواء في تدمير الأماكن الأثرية في سوريا وفي العراق سرقة المتاحف طبعا كان يبيعوها للأمريكان للأسف ولجهات أخرى وهكذا باسم الدين أي دين أنت حر أنك أنت تقرر في هذا لكن واضح أنه ما فيك تقول أنه ما كانوا يستخدموا النصوص القرآنية الإسلامية والتكبير والصلوات والترويح وإلى آخره فالمو أما بالنسبة عن سؤال مع أنه مش موضوعنا اليوم يا أخ زيتوني الرب بيتكلم يعني أنه يحرم عمليق أوكي إنت لو بترجع للنصوص الكتابية من أول شو عمليق عمل بشعب إسرائيل قديما قتل المستضعف والنساء والأطفال في وقت اللي كانوا في حال الضعف في جوع وفي عطش وكانوا في ظروف صعبة قاهرة جدا عم بدوروا دور كبيرة في الصحراء والعدو استغل هذه الفرصة والرب كان شايف دينونة الله ممكن أحيانا تكونش مباشرة لكن الله يهمل كما تقولون يمهل ولكن لا يهمل فيه وقت للدينونة وفعلا لما صار المعاد فأيام يشوع طلب أن يحرم عمليق لأنه كان كل ما هو من حيوانات وأطفال وكل الأطفال على فكرة روحه عند الرب على السماء لكن كله كان مستخدم لعبادات الشياطين فكان لازم فيها نزع فيها درس روحي ينزع الخطيئة من جذوره وعلى فكرة أنا بزيدها شوية فأيام صموئيل لما طلب من شاول أنه يحرم بنفس الفكرة لأنه لسه ما استكملتش الدينونة فأبقى الخيار فالرب رفض الملك الأول ملك إسرائيل على فكرة دينونة الله مش أنت وأنا من حددها أنه في آخر الأيام طب ما الله رح يدين العالم كله وفي يوم من الأيام كل واحد لا يؤمن بالمسير حيوقف أمام الله رح يعزب ليلا ونهارا في النار في الأبدية المعدة لإبليس وملائكته أما أنت بتتحداني يا أخ زيتوني ما لك والتحدي حبيبي زيتوني ألا تعرف كتابك حبيبي زيتوني ألم تعرف كم من الآيات التي تحرد وتحث المسلم على القتل لا تعليق أكثر من هذا خليني أخد مكالمة تانية من الكويت عباس معنا أهلا وسهلا أخي عباس تفضل أنت معانا على الهواء أنا نهال أنا متأسف أنا متأسف أنا عندي بتعرف في أرقام على الكومبيوتر وفي خطوط فأنا يمكن ضربة الخط تعرف لما بتصير بعمر يا أخت نهال بصير مرات يفوت في أزرار الكومبيوتر تفضل يا أخت نهال أنت معانا على الهواء أنا عايزة أذكر حضرتك على محبتك وساعد صدرك وطول أناتك في الرد على كل الأسئلة المقدمة وأذكر حضرتك كمان على اختيار الموضوع لأن القلة القليلة اللي بتكلمه عن الشيطان وحضرتك كشفته وكشفت الاستراتيجية بتاعته بس فيه كتير معلومات يا أختي لازم أحكيها مليان معلومات بس إن شاء الله ممكن في حلقات أخرى آمين حضرتك بس نقطة في كلامك وقلت يا ريد كمؤمنين حقيقيين لا نحارب بعضنا لبعض ولأنه ده اسمه روح انقسام وأنا عايزة أزود وأقول إنجاز القول لو يحق لنا أننا نتعلم حاجة من إبليس وجنوده هي أنهم فيهم ميزة ساعات كتير إحنا كمؤمنين بنفتقدها هي أنهم مدركين أن كل مملكة تنقسم على ذاتها تغرب ولذلك هما بيعملوا في هارموني وتجانس كامل ونفسي فعلا نتعلم حتى أقوال العالم بتغوث الاتحاد قوة فياريت إحنا ككنيسة نتحد ونكون يداً واحدة ولنا هدف واحد هو ربح النفوس لتمجيد اسم الرب سؤالي هنا بخصوص موضوع الشيطان يا أسيس نزار لو بنقول نمر واحد إن الشيطان قوي وإنه رئيس سلطان الهواء لكن جاء أنا من هو أقوى منه اللي هو الرب يسوع اللي نزع سلاحه الكامل اللي اعتمد عليه ووزع غنائمه نمر اتنين إن الشيطان لا يقدر أن يفعل شيئاً إلا بسماح من الله فالسؤال اللي بي دايماً بيقابلنا ليه الله بيسمح له بعمل كل هذه الأعمال الشغيرة مع العلم إن الله بيحب كل البشر ولا يريد أي أذى فليه لو هو الأقوى ما يمنعش هذا الأذى ويريحناه وربنا يبرك صدقين أنا موافق معاك يا أخت نهال الطبيعة اللي فينا بتقول طب ما خلص نرتاح من هالشيطان ويجي الرب ويريح العالم من أعماله الشريرة وأعماله المظلمة الله محبي هاي طبيعة الله ومحبة الله لا تتغير اليوم أختي نهال كنت بحكي مع حد من الستاف إنه إحنا وصلنا لوضع في هذا العالم المناخ الروحي كله تسمم المناخ الروحي كله تسمم في دولنا ومرات منحس إنه ما عندناش القوة حتى نصلي وبتشوف في مبادرات ومحاولات أنا بقى لكن بعتقد الأمر بيحتاج على الصعيد الكنسي عالميا عالميا إنه تبتدي تتحرك وعطيت الفكرة إنه كوريا الجنوبية كانت بلد كانت يعني الشعب وثني وعنده عبادات كتير منها البودية ف لكن واحد ابتدى يصلي واتنين بلش ويصلوا وثلاثة وعشرة وألف وآلفين اليوم في ملايين عم بيصلوا في داخل كوريا غيرت الأجواء المتسممة بالأرواح الشريرة لكن حتى الشيطان بتمم مقاصد الله فلازم ندرك إنه الشيطان محدود وإنه الكلمة الأخيرة مش للشيطان وإنه الله أعطانا سلطان مثل ما ذكرت إنه المسيح نزع الأسلحة وإنه الكتاب أقول إذ محس السك اللي علينا من فرائد مكتوب عنه إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه فالمسيح انتصر على الشيطان انتصار كامل فإحنا منتصرين وهي الغلبي من شالك ومن شالك عشان نستخدم هذا السلطان لكن للأسف إبليس كأسد هم هواش الأسد الأسد من صبت يوذى ويسوع كأسد كأتشبيه مالوش أسنان لكن عم بيخوف الناس وعم بيخدع الناس لكن في نفس الوقت عم بيثبت الشيطان عم بيثبت وجود الله وعم بيثبت حضور الله وعم بيثبت صلاح الله وعم بيثبت شيء اسمه محبة شيء اسمه خير شيء اسمه صلاح شيء اسمه جود وهذه بالمقابل اللي منشوفها كل الشر بشر وازدياد الشر هو تأكيد لكلمة الله لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين وإن أمكن في آخر الأيام وإن أمكن سيضل المختارين فإذا حتى الشيطان يستخدم لتتميم مقاصد الله وخلينا أذكرك أخت نهال تذكر لما أخرج شياطين كتيبة كاملة ألاف شياطين من لاجئون في مرقص إصحاح خمسة طلبوا إذن طلبوا إذن وأذكرك أن الشيطان طلب إذن من الله لما تكلم عن أيوب ضد أيوب أخذ كل ممتلكاته وقال له آه بس أوعك تمس نفسه يعني في محدودية للشيطان وأنا آمن أن الإنسان لما عيون بتتعلق في يسوع المسيح بيكون عنده الحل طبعا موضوع وإجابة كبيرة أخت لكن منخصص لها حلقة إن شاء الرب خلينا أخذ مكالمة أخرى من عباس يمكن طيب فإذن الخط اللي معايمين طيب لأنه كان فيه مكالمتين من الكويت أخذ عباس أهل وسهل أخي عباس وعليكم السلام أهل وسهل أخي عباس حبيبي ربنا يباركك ربنا يباركك يطول عمرك يا رب يخلي يخلي أولادك وحفادك الله يحفظك أخي نيبار اليوم الإنجيل انتصر وظهر في كل بي أنا معاك عباس فضل رب الإنجيل اليوم انتصر وظهر في كل بي نظهر أمره لأن الحق انتصر الحق دائما بينتصر أيضا بعدين في بعض المسلمين رؤساء المسلمين أصبحوا من عباد الليبليس وأصبحوا لو شياطين ينفذون عوامر منه الليبليس مثل منه محمد بخاري هذا رئيس جمهورية في نيجيريا شوش كيف يسوي بالعالم وما في أحد كلمة لا حقوق الإنسان ولا هيئة الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن يعطي العباء على كيف دليل على أخوي أن هؤلاء غير المؤمنين أصلا ما يؤمنون بكتاب الله عز وجل سورة البقرة شو تقول بسم الله الرحمن الرحمن إذا تكرمتني شو أن للمتقين الذين يؤمنون من الغيب ويقنون الصلاة ومما رزقنا يمسيخون والذين والذين يؤمنون بشنو بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخر هم يقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك من المفلحون لأن إذا ما تقرأ الإنجيل ما تكون الآية هذه نصف بعد شي قل الله عز وجل بسرعة أخو عباس إذا تكرم دقيقة بش أن الذين كفروا سواء عليهم لن تنظرهم يا أخو النظام أنت ما هم تفعل شي القرآن يؤكد أن هذول لا يمكن يؤمنون بالمجهة لا يؤمنون بكتاب الله عز وجل القرآن القرآن نفسه اللي هم يؤمنون يوميا ما يؤمنون أخوي عباس عشان الوقت حبيبي شكرا أخوي عباس مالكة شعبة لعدم المعرفة كيف من أنتصر أحبائي المسيح انتصر بكلمة الله قال الشيطان مكتوب لأنه مكتوب لما تستخدم المكتوب كلمة الله اللي هو ثيف الروح كلمة الله ثم الإيمان بيسوع ابن الله ابن الله مش تناسل جسد دخيلك دلكوش تكرره نفس القسطواني فيش مسيحي بيآمن أنه الله عنده صاحبي فيش واحد مسيحي بيآمن في تناسل جسدي ابن الله يعني كلمة الله من هو الذي يعني يغلب إلا الذي يؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله اللي بيغلب بيؤمن أن يسوع هو ابن الله وبهذا الإيمان تنتصر على الشيطان شيء آخر أحبائي لازم نمتلي من الروح القدس تعرفوا دائما مثلنا الأعظم يسوع المسيح فراجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وراجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل كان يقتاد في البرية بالروح راجع يعني لما انتصر على الشيطان بعد التجارب أربعين يوم أربعين ليلة كان بدون أكل وبدون شرب كان صايم انتصر بالمكتوب وانتصر لأنه كان ممتلئ من الروح القدس والروح القدس اللي كان بحرك الرب يسوع المسيح هاي الكلمة اللي بتثبت فينا بيتكلم عنها الرسول يحن كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير نغلب بكلمة الله لأنه كلمة الله ثابت فينا إن ثبتتم فيها وثبت كلام فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم نغلب الشيطان بدم المسيح وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت دم المسيح بيرعب ثم حباء منغلب باسم الرب يسوع المسيح وهذه الآيات تصنعون يخرجون الشياطين باسمه فأنا بصلي اليوم أنك تآمن بيسوع تستخدم اسم يسوع وتتبع يسوع الرب يباركك